أهلا بحضراتكم بنبدأ أولى فقرات برنامجكم حدوطة مصرية وهنكلم عن قضايا النشر وبخاصة الإقليمي منه في الهيئة العامة لقصور الثقافة يسعدني أن يكون معي الشاعر والمصرحي الأستاذ أشرف أبو جوليل مدير عام الثقافة العامة بالهيئة العامة لقصور الثقافة برحب بحضرتكم أود يعني في عجالة أن تتعارف مع سادة المشاهدين عن يعني رحلتك إلى أن تقلت هذا المنصب أنا شاعر كنت عضوا في نادي أدب بأقصر ثقافة الفيوم انتهاءا بأمينا عاما لمؤتمر الفيوم الأدب الأول عام 95 وكنت في ذات التوقيت رئيسا لجماعة الشاعر بدار العلوم أربع سنوات أصدرت ديواني الأول عام 95 ثم اتجهت لكتابة المسرح ففوزت بجائزتين من جوائز الدولة في التأليف المسرحي وخاصة في المسرح التسجيلي الوثائقي ثم يعني من جوائز الهيئة أو الدولة؟ من جوائز أحدهما من المركز القومي للمسرح إبان إبان رئاسة الأستاذ محمود الحديني له والثانية من هيئة قصور الثقافة كنت أعمل في التربية والتعليم حتى ستة أشهر مضت كنت يعني وأقيم في نفس التوقيت يعني أيضا مهرجان استمر لمدة عشر سنوات اسم مهرجان الكاتب سعد الدين وهبة بحضور معظم رموز الحركة الثقافية والفنية في مصر أنا عوضو اتحاد كتاب مصر جميل هنبدأ بقصور الثقافة اللي هي حوالي خمسمائة وستين موقع حضرتك بتنشر كام كتاب سنويا في كل فرع أو في كل قصر مشروع اسم مشروع النشر الإقليمي لأ قبل ما اتكلمني عن مشروع الحالي هو مشروع النشر الإقليمي هذا النشر الإقليمي عبارة عن كل فرع ثقافي يعني كل ما يشبه في الحكم محلي مدرية ثقافة في كل محافظة يعني نسمي الفرع الثقافي هذا الفرع الثقافي يصدر كل عام أربعة كتب لمبدعية أربع كتب سنويا قصر يعني مثلا قصر ثقافة دميات ينتج أربع كتب سنويا في الشعر القصة المصر فرع ثقافة دميات عشان في بيوت ثقافة تبع عليه فإحنا فرع ثقافة دميات فرع ثقافة دميات ينتج أربع كتب سنويا لأربع كتاب أو مبدعين مبدعين الكتاب يتم نسخة ألف نسخة رائع يعني عندي أربع تلاف كتاب في كل فرع هل الخمسمائة وستين ولا بعض المواقع اللي فيها يعني الخمسمائة وستين مفس الشيء لا يا فعند فرع الثقافي الفرع الثقافي اللي هو ما يوشبه مدرية ثقافة يعني إحنا معانا بعض الأغلفة لبعض الإصدارات اتفضل آه تمام يعني فيه كم موقع سبع وعشرين فرع ثقافي بسبع وعشرين محافظة سبع وعشرين فرع بسبع وعشرين محافظة محافظة والمحافظة بتصدر أربع كتب كل محافظة تصدر أربع كتب لأبناءها المبدعين تمام فعلى مدار المشروع بقاله حوالي عشر سبع طيب أنا سؤالي هنا لما بصدر أربع كتب لأربع شعراء أو قصصين أو روائيين السنة اللي تليها بيكون الوضع عامل إزاي لأربع غيرهم لأربع غيرهم لأربع غيرهم طيب والسنة اللي بعديها وهكذا طيب جميل وهل إحنا مثلا في كل محافظة عندنا أربع مبدعين بيظهروا كل سنة جدال طبعا على قدرة من أنهم يبدعوا ومتميزين لدرجة أننا أطبع لهم طبعا ده عندنا إحنا عندنا يعني من يشكون كل عام أنه لم يعني اللاجنة السبع اللي نتعرف إحنا عندنا هذه الكتب يطبع اليوم كل سنة لماذا لم نسمع عنهم في سماء الأدب والفكر والثقافة متواجدون لكنهم يقومون بدورهم الثقافي في المحافظات ليس كل يعني ثقافة مش بس أني أجل القاهرة وألمع في سماء ممكن أقوم بدور ثقافي صحيح طب هل الكتاب ده تؤدي تقريباً اللي بيتطبع منه ألف نسخة بكلفنا النسخة الواحدة قرابة حوالي 2 جنيه ونصف مثلا أو أو ثلاثة جنيه لكن احنا بنبيعه بجنيه واحد مدعم يعني للجمهور طيب كتب بيوزع منها قد إيه يعني مرتجع قد إيه منه لأنه طبعاً هي كتب ذات طبيعة إقليمية يعني المستهدف منها أنا عندي أربعة في سبعة وعشرين محافظة صح كده؟ تمام يعني عندي أربعة في سبعة بواحد وعشرين وعندما اتنين أربعة في اتنين بتمانية واتنين يعني عندي ألف كتاب تقريباً صح؟ أحنا يعني ولا أكتر؟ لا أحنا عندنا في الإجمال العام بنطلع مية وتمانية مؤلف يعني مية وتمانية كاتب لا أنا بتكلم على عدد كتب عدد الكتب في السنة؟ بعدد النسخ اللي حيك ذكرتها لي مية وتمانية مثلا طيب المرتجع منهم قد وزع كقد إيه؟ زي تفعل تقافي في مصر نصيبه من الترويج له إيه؟ وزع كقد إيه؟ مدى علماً بأن الألف نسخة مش ممكن هتوديها لدار توزيع كبيرة يعني مثلا الأهرام متاخدش الألف نسخة يعني فيه مؤسسات متاخدش الألف نسخة فبالتالي إحنا ليه بنطلع في المحافظة؟ بنطلع في المحافظة عشان الجمهور المستهدف هو جمهور هذي المحافظة إلى حد ما هو نشر إقليمي لهذا السبب نحن نستهدف به جمهور طب الإجمالي المستهدف النشر دي كام؟ كام في السنة؟ قرابة قارب من نصف مليون جنيه نصف مليون جنيه لكل محافظة؟ لا يا فنم لكل المشروع لكل المشروع؟ لكل المشروع؟ بكل الأعداد الكبيرة لحيك ذكرتها دي؟ طيب إيه الأنواع الأداء؟ مبنى شروع؟ يعني هو في حاجات إبداعية وفي حاجات ذات طبيعة ثقافية لكن الأكثر هو الإبداع خاصة أن هذه الكتب تصدر عن أندية الأدب في أقصر الثقافة فهم رواية الأدب بيكونوا إما شعراء أو كتاب قصة أو مصرح أو روايات وبعض النقاد الموجودين أو بعض الكتب ذات الطبيعة الفكرية ولكنها نادرة أو قليلة كتب أطفال برضو نادرة أو قليلة يعني النمى الأكثرية هي للشعر وللأعمال القصية والروائية ما هي المعايير اللي على أساسها بتختاروا مثلا الكتاب دولة اللي هتنشروا لهم؟ تمام يعني بتوسع الاختيار شوية بتاخد ثمان كتب ثم ترسل هذه الثمانية كتب إلى الإقليم تعرف أننا مقسمين إلى ستة أقليم ثقافية تمام الإقليم به لجنة من أساتذة الجامعات والنقاد الكبار وغيره فيختارون من بين الثمانية أربعة فيكون خيار من خيار يا زي ما بتقال أو اختيار من اختيار فتكون تصفية أكثر دقة الكتب دي بعد ما بتنزل يعني بتوزع فيه منافذ التوزير كايتها؟ منافذ التوزيع هناك من يتعاقدون مع بعض الصحف القومية زي الجمهورية أو غيره وكذا بتاخد منهم توزع على مستوى الجمهورية وفيه بعض المحافظات بتقوم على التوزيع المحلي يعني يعني النشر الإقليمي ده بقاله 25 سنة؟ لا يا خمم لا لا ده تجربة حديثة من عشر سنوات مثلا وحاجة من عشر سنوات طيب لماذا لا توجد إدارة لتوزيع هذه الكتب داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة أو داخل وزارة الثقافة خاصة إن إحنا عندنا في وزارة الثقافة الجهات اللي بتنشر متعددة عندنا المجلس الأعلى للثقافة بينشر مركز القومي للترجمة بينشر الهيئة العامة للثقافة بتنشر الهيئة العامة للكتاب بتنشر وفيه جهة صندوق التنمية بيطلع برضو مضوعات فإنت لو عندك إدارة توزيع مش ده هيوفر الثلاثين أو الثلاثين في المية؟ بالتأكيد ويكون الأجدى أكثر جدوى كمان لو عملت منافس توزيع تخص وزارة الثقافة على مستوى الجمهورية طب في تقديرك لماذا؟ والله يا زيز يعني أمر يعني يخضع للتصور الثقافي العام يعني هو أكبر من إمكانات هيئة واحدة طبعاً يعني هيئة الكتاب لو في العشر سنوات دي أنا توزيع للجهات دي مش قادر أنا أوزع لو أنا عندي جهة توزيع مش كنت هربح أكتر؟ بالتأكيد أكبر من مني يعني إن أنا يعني يعني أفتي فيه لكن هو في النهاية وزارة الثقافة تستطيع وأنا معك تماماً في هذا ومش معك تماماً يعني أنا مع وجود منفذ دائم في كل المحافظات في كل المحافظات في كل المحافظات في كل المحافظة فيه منفذ واثنين وثلاثة طب لماذا مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة اللي هم خمسمائة وستين قلنا تقريباً كمنافس ليه ما بتحطهاش في المنافس دي للبيع؟ فيه بقى بتعمل ده وبت فيها معرض دائم وبتبيع بالفعل وفيه إدارة للتسويق بت يعني بتبيع كتب ده لكن آآ هو مكان يعني مكان ما مش هيعمل آليات السوق في الترويج يعني كتب بتوزع على موقع عايز تقول لي دوار؟ لا لا يا فانك الكتب موجودة في موقع في الفرع نفسه ده هذا المكان هو مكان ممكن تباع منه إصدارات الهيئة ما عندكش أي نسب للتوزان؟ تقدر تقول لي آآ يعني الكتب دي كم في المية بيوزع منها؟ ما عندكش أي إحصائية بده؟ لا مش مش هي كتب في الفرع الثقافي يعني احنا مبنبهاش القاهرة بيتوزع منهم كم تقريبا؟ يعني بيتعدى الخمسين في المية توزيع وبعدين احنا ما عندناش مشكلة في التوزيع ليه؟ ليه ما عندناش مشكلة في التوزيع؟ ما عندكش مشكلة انا عندنا مكتبات في كل الموقع الثقافية اللي حضرتك بتذكرها خلصوية موقع دول احنا عندنا فيهم مكتبة فلو اعطيت نسخة واحدة من كل كتاب يصدر للمكتبات بس هل ده بيتم؟ فأنت عندك بيتم بيتم احيانا؟ بيتم احيانا في التزويد حاجة بنسلمين التزويد انت حقيقت متأكد من المعلومات بنقول ده على الهواء هل بتدو من كتب الهيئة المصدرة اللي هي بتتوزع بتبقى في المكتبات نسخة او اتنين للمكتبات؟ طبعا موجود لا لا موجود كتبنا بتتوزع فين في مكتباتنا طيب ده جميع المرتجع ده هل بيروح المخازن مثلا؟ فيه مخازن طبعا وكان فيه جدال مشكلة في بداية هذا العام ايه اللي هي؟ كان فيه مشكلة مع يعني من حوالي 6 شهور ساعة مجيدة عن الهيئة جديدة كان فيه مشكلة قرابة وهذا كلام ليس خفيا لانه اعلانه رئيس الهيئة السابق دكتور ابن فاضل بدران كان عندنا قرابة ما يقال يعني 450 الف كتاب قرابة نصف مليون كتاب موجودين او 400 الف كتاب كانوا موجودين في المخازن لكن جارت اتفاقات مع التربية والتعليم وغيره وكذا تم تزويد مكتبات التربية والتعليم وغيرها من الهيئة اهداءات مجانية اهداءات لا وبعض الشراء وبعض الاهداء اوه لكن يعني المخازن دلوقتي ما فيهاش التراكم الكتب ده لا 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 450 الف قال له يعني؟ لا 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 يقال حتى يعني 10% من هذا العدد يعني الموجود الان اوه طيب انا عايز اسأل سؤال مهم برضو عن النشر الاقليمي مه يعني ايه نشر اقليمي ونشر مركزي مه يعني هل هناك مبدع درجة اولى ومبدع درجة ثانية مثلا ليه بعمل نشر مركزي ونشر اقليمي اه على الاطلاق لانه اه مفيش سلسلة مه في مصر حتى في هيئة الكتاب ولا في ثقافة كلها مه تقدر تطبع 100 كتاب في السنة مه لو عملناها حقير هتطبع 54 كتاب 54 اسبوع مزبوط في العام مه انما انك تعمل سلسلة بتطلع 108 كتاب يعني قرابة كل يومين كتاب مه 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 ما فيش سلسلة في مصر هتعمل ده مه فسلسلة النشر الاقليمي موجودة لهذا السبب انها هي تقدر تنشر بالتوازي في جميع الفروع في توقيت واحد 108 كتاب ممكن يتعملوا في شهرين ثلاثة اربعة ينزلوا الكتب كلهم مه 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 لا حد يقدر ينفذ لك كل هذا العدد اه ولا في وزارة ثقافة كلها انما تستطيع اه السلسلة بهذا وبعدين احنا مطلوب لان احنا موجودين في المحافظات مطلوب رعاية الموهوبين في كل محافظة اكيد وما يعني ففكرة انه المئة كاتب دول تفحصهم حضرتك زي قلنا هتفحصوا من المية من الف اه فكونك تعمل سلسلة في القاهرة هنا تفحص الف كتاب وهذا جهد غير عادي انما ان توزع كل فرع ينشر لمبدعيه فتبقى رعاية المواهب الموجودة في الفرع ده بفرق انه هيظهر اربع مواهب كل سنة كل سنة ليها يعني ليها سقل وتستحق ان انا انشر لها لان احنا بنفاجأ في الحقيقة بمستويات من الكتابة لا ترقى لمستوى النشر اشتتفق معايا انه في كثير من الاحيان بنشوف يعني كتابات يعني لا ترقى لمستوى النشر في كل لا يسل اي سلسلة في اي مكان حتى سلاسل الموجودة او في هيئة الكتاب او الادب سيظل خلافيا حتى من فازوا بجائزة الدولة التقديرية هذا العام هناك من شكك في ابداعات لا ان يكون خلافيا غير ان هو ما يكونش ادب اصلا او يكون المستوى متدني او عادي او مكرر لا لا انا اؤكد ان هو ما فيش مستوى متدني انما فيه مستويات متفاوتة بين مبدع واخر ده كلام موجود طب احنا معانا نمازج لبعض الكتابات دي نقرى منها لا مش مش ما جبتش حقيقة بعض الكتابات اللي بتنشرها طيب محور تكريم المبدع في مكانه يعني ايه الهدف من هذه الفكرة ان حفل التوقيع وتكريم المبدع في اطار المشروع بتاع حضرتك ان انتو هتروحوا للقرية بتاعته او للمكان بتاعه وتعملوا حفل التوقيع في مكانه ايه الهدف ايه الهدف هو اه يعني على مدار سنوات عدة كان فيه نوع من التقوقع اه والمثقفين تركوا الشارع الى حد ما واحتموا اه اه الاماكن الثقافية حتى لو كانت جمعية ثقافية اتي ليه اه كذا ايهم يتواجدوا في هذه الاماكن و وكأنهم يحتمون بانفسهم و و و وتركوا البجتمع تماما اه الهيئة العامة لأصول الثقافة في ظل اه يعني فلسفة تسعى اه الى اعادتها إلى دورها القيم اه حتى ان السيد الرئيس الهيئة الدكتور سيد خطاب مشكورا يتبنى الان مع مع مجلس مجلس الظلاء وغيره اعادتها الى الثقافة الجماهيرية التي كانت من قبل مش قصور الثقافة أنه متعود ثقافة جماهيرية لا علاقة بالناس في ظل هذه الفلسفة كل مشروع بتعمله الهيئة تستهدف به الناس وتستهدف به الجمهور يعني احنا مش بنطلع ايه الهدف من ان انا اعمل قرية بتاعت الكتاب محتوى ثقافي ان كنا عاملينه مجرد ان انا لرعاية هذا المبدأ بس بنطلع له كتاب وخلاص على كده يبقى احنا عاملينه للمبدعين انما لو عاملينه للجمهور لو عاملين المحتوى الثقافي اللي موجود في الكتاب للجمهور يبقى علينا انه هذا المحتوى يصل للناس كيف يصل المحتوى للناس انه بدل ما يعمل الندوة في اصر الثقافة او يعملها في اتليل قاهرة او يعملها في مكان فيه عشرين تلاتين واحد ما نروح الى مكانه مكان اقامته مكان عمله مسقط رأسه اهله وزويه وناس وجرانه واصدقائه ونعمل الندوة ونحتفي به طبعا مش نحتفي به تكريما بذريع ولا حاجة نحتفي به نحن نناقش ونعلم اهله وزويه واقاربه وجران وغيره بينكم اديب كبير بينكم اديب يكتب وجئنا لنحتفل به طيب منت عندك ندوات في كل نوادي الادب وفي قصور الثقافة في قصور الثقافة طيب منت تعملها في اطار هذه الندوات حتى لا تكلف الهيئة تكلفة اضافية مادية في كل الاحوال احنا مفياش تكلفة ضخمة يعني انما حتى في انديت الادب ما هي برضو هتحتاج محاضر يتكلم فالمحاضر هياخد نفس التكلفة المناقشين دولها ياخد نفس التكلفة خلينا نشرح للسادة المشاهدين نقطة توقيع الكتب والروايات والاعمال الادبية دي بتعملها دور النشر وهي تقليعة يعني مأخوزة من الغربة للترويج للكتاب لبيعه لمزيد من البيع فانا كهيئة اصور ثقافة اذا مش هعمل نفس المنهج ده ان انا ادعو وسائل الاعلام واطبع بسترات واوزع منشورات في القرية عن هذا الكتاب وعلق لافتات واعمل اللي بيقولوا عليه البرويد دعائي دوات يبقى انا مش هحقق الغرض اللي هو التوزيع اللي هو فكرة ان انا اروج للكتاب او المنتج الادبية هوصله للمنقرية تختلف عن المدينة في هذا مجرد ان تقول ان هناك ندوة في مركز شباب القرية او فيه كاتب جاي او غيره ممكن الكاتب يروح لمكان في القاهرة هنا يحضر عشرة وهو كاتب كبير بينما لو قلت ان هذا الكاتب اقل منه بعشر مراحل هي لم انتلأت اكبر قاعة في القرية بالناس والجمهور نحن نراهن على هذا نراهن ان لو اتعملت في نادي الادب مش هيئته اهل القرية مش هيئته كما لنحن يعني يعني ادرى بهذا نادي الادب واصر الثقافة فشل ان هو يجزل بالجمهور مش فشل هو اصبح مكان للمثقفين لان الادب انت عارف هو صمم لكي يكون مكان للمثقفين ام ان دور هيئة قصور الثقافة من خلال بيوتها ومن خلال قصورها ان تتوجه للعامة ما هي بتتوجه الان اللي انا بقوله ده بنتتوجه للعامة انت بتروح له البيت بتروح بيت المبدأ هو ده التوقف لا ده انا قليت لا لا اروح من البيت المبدأ اللي بقولك اقرب مكان ثقافي مركز شباب تقولت عمله او مكان اقامته او مكان اقامته لا اقرب مكان يتعمل فيه ندوة في مكان يعني في كل قرية انت عارف فيه مركز شباب وفيه مدرس او فيه اقرب مكان يستطيع انه يحتوي ناس نقدر نعمل معهم الكتب دي بتطبع فين سيد اشرف كل محافظة بتطبع ايه فين مطابع دي تبع الهيئة اثور الثقافة لا 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 هيئة اثور الثقافة ليس لداء مطابع هيئة اثور الثقافة بتتعقد زي اي مكان تتعقد مع مطابع تمودي خطوة انت هنا التوزيع بتلجأ للاخبار او الاهرام او لأي سور الثقافة ثم اتباع ايضا ما بتطبعش عنك لماذا لا تمتلك مطبعتك الخاصة انها حلم ان اتمنى تحقيقه الهيئة العامة للكتاب عندها مطابعها الخاصة لماذا لا تتوجهون حتى للهيئة حتى عشان تبقى داخل وزارة الثقافة دي الصميح لا اجاوبي لي على السؤال لماذا لماذا هو بالكتب دي الهيئة العامة للكتاب تطبعها لكم فهنا يبقى داخل للبيت الثقافي داخل وزارة الثقافة بدل ما اخرج لمطار ودور طباعة خاصة فأكلف الهيئة مزيد من الاموال هو شأن النشر ما انت مدير عامل لا انا مدير عامل الثقافة العامة المعنية بالنشر الاقليمي يعني الموضوع اللي لا لا مش داخل في اختصاص يعني انا استطيعها للحاجة لكن هذه من الحاجة نتحدث فيه لانه هناك ادارة عامة للنشر الثقافي موجودة مهمتها الكتاب ليس هذا عملا اصلاحيا اذا تم لديك مضاعة من ينكر لو تعملت مضاعة هذا حلم لماذا هو حلم اذا كان الهيئة العامة الكتاب تملك مطابعها يعني يا فندم انتم لا انتم ماذا هو حلم طب اشرح لحضرتها فضل هيئة الكتاب صناعتها الاولى صناعة الكتاب يعني ده موجدت في مصر من الستينات لهذا الغرض اللي هي تجيب افخم المطابع واحدث المطابع وتطبع الكتب اسمها الهيئة المصرية العامة للكتاب هي دي قضيتها وده شغلها الشاغل انا قضيتي المصرح والسينما والثقافة والادب والطفل والمرأة والثقافة العامة والثقافة المتخصصة كل هذا الكلام ده خصني فهل ده يعطيها الحق ان يكون لديك لا حلم يصبح لديك طيب خليني اسأل السؤال بشكل مغايد تعدد جهات النشري في سنة البيت الثقافية وزارة الثقافة هل ده صح؟ هناك رأيان ومطرحان انا عايز رأيك انت اه انا يقول لحضرتك هناك رأيان مطرحان وبقوة وكل رأيان حز له كبار من المثقفين المعروفين يعني في الساحة ومنهم وزاراء سابقين وغيره في الثقافة ايضا يعني هناك من يتبنى فكرة انه تكون كل الطباعة يعني معنية او معني بها مكان واحد يطبع وفيه ناس ترى انه كل مكان لقى خصوصياته في الطباعة وغيره وكذا وهي رأيين موجودين وعلى كل احنا نيهمنا انه الكتاب لا انا مش بتكلم الطباعة هنا انا بتكلم على تعدد جهات النشر يعني ليه يبقى فيه نشر خاص بالهيئة العامة لقصور الثقافة ونشر للمركز القومي للترجمة ونشر للمجلس الاعلى ونشر ونشر الهيئة العامة الكتاب ليه ما وحدش جهات النشر في جهة واحدة هي المعنية بالكتاب يعني جهة زي حضرتك الهيئة العامة عايزة تطبع تقدم مشروعها للهيئة وتبقى هي مثلا الهيئة العامة الكتاب هي الام اللي بتطبع لكل هذه الجهات بما انها تملك مطابع ضخمة وكبيرة ونشر بقى توحيد الطباعة توحيد الطباعة والنشر بالضبط لانه بالتأكيد كل مكان في هيئة اصول الثقافة له فلسفة وتعجب يعني هذا معني مثلا بالمطبوعات اكيد المركز القومي المسرح غير مطبوعات هيئة الكتاب غير الترجمة غير هيئة اصول الثقافة احنا معنيين مثلا بالنشر الاقليمي واحنا مهمنا اربع ادباء في اخر قرية في اسوان ينشروا ده ده رسالتنا وهدفنا ولا نحيد عن ذلك يعني يعني ده قضيت مين اللي يرعى في اسوان واللي يرعى في جنوب واللي يرعى في مطروح واللي يرعى احنا هيئة اصول الثقافة ده رسالتنا تمام اختلف تماما عن مشروع الترجمة المركز القومي للترجمة ده لو فلسفة ولا فلسفة اما فكرة الطباعة ما احنا زي ما بنتعاقد مع دار خاصة نتعاقد مع هيئة الكتاب لكن لا هيئة الكتاب ما خاص هيئة الكتاب دي داخل وزارة الثقافة قطاع خاص تتوقع انها تكون اقل في الاسعال كانت اغلى كانت اغلى العروض اللي جات كانت اغلى معيني مش عايزة تكلم في هذا الموضوع لا 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 مش قضيت يعني ده مش اختصاصي نتحدث فيه ما يخص ادارات اخرى قل لي بعض الاسماع من خلال النشر الاقليمي كده كقامات شعراء قصصين روائيين بعض الكتابات اللي انت قاريتها طالما انت ما جبت ليش نمازج لا هي المشروع 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 في الدنيا يطلع ناجم في خلال عشر سنين انا قلتش ناجم انا قلت الاسماء حتى بلمعت قليلا وبعدين طلع له كتاب هو كتاب عابر في حياة الكاتب الكبير اللي احنا بتتكلم عنه ده يعني هتلقى كل كتابنا المعروفين انتعرف في كل محافظة فيه اربعة خمسة اللي هم بارزين في المحافظة يعني اعرف انا اسماء في كل محافظة فيه سبعة تمانية من البارزين مفيش حد فيهم الا ما له كتاب في النشر الاقليون اذا بس احنا محطة يعني مش هنطبع له مش هنخصص سلسلتنا لواحد نعود ناجم فيه في محافظة ده اني مقولش كده فان انما احنا بقول لحيك اذكر لي بعض الاسماء الجيدة حتى يعني انت مش متذكر اي لا لا متذكر كله لكن هيبقى فكرة انك تذكر اديب في محافظة ولا تذكر اخرين والادب نسبي وكل يرى انه اديب الاول لمحافظة فده وانا مسؤول يعني انا طب ده يدعنا نسأل سؤال اخر اذا كان هذا سير على هذا النحو لماذا لا تتم عمل بعض المسابقات لتقييم الاعمال حتى التي تم نشرها واختيار بعضها باعتباره افضل كتاب في كذا في القصة القصيرة يتم ذلك كل عام طب انا بقول لي حقيقة اذكر لي بعض الفائزين كل عام مين اهم واحد كتب قصة السنة دي مثلا لا ما نقدرش نقول يعني لنا دي حاجات سين بقول لي حضرتك الادب سيظلوا نسبيا ومش دوري انا كمسؤول مسؤول عن كل الادباء وكلهم بالنسبة لي يقفون في مسافة واحدة يعني الاديب الكبير منهم والشاب منهم يقف في مسافة واحدة بيني وبين هناك رأي بيقول ايه سوز اشرف ابو جلال بيقول انه عملية النشر الاقليمي دي تم ابتدعها في عهد الوزير ثقافة الحزيرة فاروق حسني وكانت فكرة محمد السيد عيد وانه كان الهدف منها مجموعة اهدف الهدف الاولاني هو ابعاد المبدع مبدع الاقليم عن النشر المركزي دي اول هدف والهدف الثاني هو اسكات بعض الكتاب والمبدعين في الاقليم برشوتهم ثقافيا وادبيا بنشر بعض اعمالهم هذا رأي انا عايز تعليق من حقيقة على هذا الرأي توافق عليه نسبيا يعني ايه يعني بمعنى انه فيه فيه حاجات في النشر الاقليمي عظيمة جدا نعض عليها بنواجز ولا يمكن ان احنا نتفرض فيها وفيه حاجات في النشر الاقليمي تحتاجه للمراجعة اه بمعنى انه اه فلسفة النشر الاقليمي فكرة ان احنا لا المفروض ان احنا دور النشر الاقليمي اكتشاف مواهب جديدة مش ان احنا ننشر ثلاث كتب لناس زي ما حصل قبل كده في السنين السابقة او يعني نستخدها تديرها فيما بينهم ده كلام مرفوض الشلة اللي موجودة ويقسمونها في كل هذا الكلام مرفوض تماما و و وضعت يعني الدكتور سيد خطاب وضع مجموعة اه وضعنا مجموعة من القواعد وافق عليها مشكورا تتيح عدم تسلط مجموعة معينة او عدم سيطرة مجموعة معينة وادارة الموضوع بينهم بان وجهنا خمسين في المية ده كلام ارسل لبقاء رئيس الهيئة خمسين في المية من الاربع كتب دول يوجهوا الى كتاب ينشرونه لاول مرة في حياته بس بشرط الجودة الفنية يبقى مفيش بقى اللي هو رئيس مجلس ادارة الهيئة مين اللجنة بتحكم على اه كاتب ان هو ده اه يعني اللي جاز لهناش قلت لجنتين اللجنة الاولى ده من يشكلها مجلس ادارة نادي الادب المركزي نادي الادب المركز ده في المحافظة اللي هو مكون من انديت الادب الفرعية رؤساء انديت الادب الفرعية يكونون نادي ادب مركزي ده مهمته ان هو مش اللي يحكم لا يختار لجنة من اساسة الجامعة اللي موجودة المحلية اللي عندهم وبعض الكتاب الكبار او المكبار الموجودين في المحافظة اه اه الاختيار تمن كتب مش اربعة ثم يرسل هذا الى لجنة اكثر تخصصا في الاقليم مين يعني امين اللجنة ملهاش اسامي اه وارش نعرفهم لا ما مفيش لجنة سابتة ده كل ده شرط اذكر لي اسامي لجنة سابقة حتى بعد شرط اساسي لا كل الكبار شاركوا الموجودين في كل الجامعات الاقليمية لا يوجد ناقد في الجامعات الاقليمية كلها لا يشارك في النقد ناقد اللجنة من النقاط مش مبدعين شعر كبير لا بيبقى موجود بعض الشراء احنا بنقول وتكون الأفضلية لأساتيس الجامعات وكذا لأن في اللجنة الكبيرة بتاعت التصفية النهائية دول من خارج الهيئة من دخل من خارج الهيئة لما نقول في محافظة المينيا لدينا في محافظة المينيا مثلا الدكتور مونير فوزي ده وكيل كلية در علوم في المينيا وشاعر وناقد كل كتابنا يعني نقابنا الكبار الموجودين في الجامعات الإقليمية بيشاركون في فحص وتنقية ما ينشر وبالتالي هو ينشر أفضل الموجود وهناك وللأمان هناك بعض المحافظات نشرت كتابين فقط مش أربعة بس لأنه الإقليم هو اللي بيصرف على المحافظات بتاعته فبيوجه الكتابين التانيين إلى محافظة أخرى فيها كسافة عددية أكثر في الإبداع يعني يقصد إن إحنا بناء يعني مش فكرة أربعة أيا كانوا يعني لا هناك لجنة لها صلاحيات إنها تقول لن أنشر من هذه المحافظة إلا كتابين بس إحنا يمكن عرضنا عدد كبير جدا من الأغلفة الإصدارات ده يدعني أعلم عن الأغلفة هل دي اللي بتطبعها إدارة أفهم إدارة الجرافيك مش جرافيك طب هذه الإدارة هل هي إدارة تابعة لإدارة النشر؟ لا لا إدارة منفصلة؟ طب هل يتأتى إن إدارة الجرافيك تكون منفصلة عن إدارة النشر؟ يعني غلاف الكتاب يبقى له إدارة غير الإدارة بتاعت النشر مش كان الأولى والمنطقي والمفهوم أن تكون إدارة واحدة؟ في محظم حتى في هيئة الكتاب وهي أكثر تخصصا في إدارة للجرافيك والتصميم أغلفة وغيره يعني حاجة وزا أدى إلى رقي في أغلفة زي ما حافظت شفت على الشاشة يعني كل من رأى هذه الأغلفة يقول لا يمكن يكون ده أغلفة نشر إقليمي حاجة معمولة بجودة عالية وكأننا ننافس رغم الكتاب قيمته يعني قيمته المادية جنيه إلا إنه يعني غلاف زي أي دار نشر كبرى موجودة في الـ كان في الأول يعني متروكة لاجتهاد المحافظات فتجد غلافا سيئا ويعني الآن أصبح فيه مود عام فيه يعني فلسفة وركل للأغلفة تحس أنها سلسلة فيها بس أنا أنا بنعيش بس يعني تكون إدارة الجراف منفصلة عن إدارة النشر مسترد أن تكون إدارة واحدة حتى أستطيع أن أتدخل أن أشرف أن أقوم بأي دور ولكن أن تنفصل فيها لا هي مش منفصلة كان لها جزر منعزلة يا سيدي في فنيات الإخراج الفني والأغلفة وأيضا إدارة النشر بعدما بيتشوف بهم وبعمل الغلاف بإدارة النشر لازم تطلع عليه وتوقع عليه ما موفق على الغلاف ولازم إدارة النشر هل السلاسل والجرائد تبع حضرتك في أي اتجاه؟ لا أنا عندي السلاسل كلها تبع إدارة النشر لكن أنا عندي مجلات خاصة بالفروع الثقافية أيضا محافظات مجلات مجلات بس دي مجلات أدبية متخصصة في الأدب فقط دي تصدر كل أدية كل فصل فصلية كل أربع مرات ودي لتكون معبر عن أدباء المحافظة يعني زي نشرة يعني نقول زي نشرة لا يمجلة ولها إخراجها وغلاف أربع لون وطباعة الشديدة الجودة وهناك أيضا مسابقة لأفضل مجلة وهناك مسابقة لأفضل كتاب يعني في النشر الإقليم مسابقة خاصة بأفضل كتاب وأفضل رواية وأفضل مجلة يعني عملين مسابقة في أفضل كتاب طالع وفي أفضل مجلة كل دا مليون جنيه السنوية متعة النشر الإقليمي ولا ثلاثة مليون هما لا لا دا دا دي مزارية النشر دي مزارية النشر إدارة العامة النشر دي حاجة أنا نشر إقليمي يتبع للثقافة العامة الثقافة العامة دي فيها أربع إدارات المؤتمرات الأدبية دي إدارة لوحدها ولدينا المؤتمر العام اللي تسمع عنه سنوية المؤتمر العام لأدباء مصر ثم ست مؤتمرات إقليمية في الستة أقليم ثم 12 مؤتمر فرع عيف 12 فرع أو 13 فرع ثم السنة الجاية 14 فرع لأن السنة محافظة تعمله في سنة أو سنة لا فعندنا قرابة 19 أو 20 مؤتمر سنوي تبعين لإدارة المؤتمرات اللي يتابع عليهم وعندنا إدارة تانية اسمها إدارة المسابقات بتعمل مسابقات في كل المسابقات أدبية ولسه مستعين الجوائز مبارح سيد دكتور سيد خطاب لسه أنا طبعا باشد أشرف أبو جوليل مدير عام الهيئة العامة لأثور الثقافة بس نخش فيه كواليس ودهاليس يعني الهيئة العامة لأثور الثقافة فيما يتعلق بالنشر الإقليمي لأنه ده حقت صده أمن قومي لمصر والتعامل معاه باعتباره مش بس بنطلع مواهب لا ده احنا بنطلع دروع بتحمي الوطن من خلال الفكر والإبداع والثقافة فبنشوف ايه المشاكل المتعلقة بالطباعة وبالنشر وبوصول من يستحق أن يصل من مبدعين وكتاب قصة وشعر وغيره طبعا دي كانت إطلالة لكن نتمنى أن احنا من خلال البرنامج نشوف برضو مشاكل النشر على اتساعها كيف نوحد جهات النشر المتعددة لمصلحة القارئ في النهاية والمتلقي لهذا الإبداع وكيف نستفيد بأن يكون لدينا أجهزة توزيع لهذه الكتب ولا تركن في المخازن كيف يكون لدينا أيضا مطابع خاصة بنا حتى لا نلجأ للطباعة في الخارج مما يهدر أي أموال خاصة أن ميزانية وزارة الثقافة أصلا بالنسبة للموازنة العامة للدولة هي ميزانية محدودة للغاية إذا ما قرنت بالمعايير الدولية وبما تصرفه دول كثيرة على الثقافة كانت اللبنة الأساسية لما نطمح إليه فهل يا ترى وصلنا إلى طموحات أعلى هذا ما سوف نراه مع الزميلة مروى عبدالعلي